موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أنك أنت السميع العليم أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وفضله وجوده وكرمه أن يجعلني وإياكم الخير عباده الصالحين أنه جواد كريم أسأله سبحانه أن يغفر لنا ويرحمنا ويتجاوز عنا إنه نعم المولى ونعم المسؤول سبحانه وتعالى أرقام التواصل يا أخوة كرام موجودة معكم على الشاشة ونسعد حقيقة بمداخلاتكم ومناقشاتكم نفيد ونستفيد الحلقة التي طافت يا أخوة يا كرام تكلمنا يعني أتينا بشيء من الأدلة والاستشهادات بما يتعلق بموضوع الفتوى وذكرنا أن الإنسان العاقل الحكيم الذي تصدر للناس للفتية أو الذي عنده شيء من الفقه فيما يخص مسائل الأسرة مسائل الدين مسائل أي أن كان في هذه الحياة كل مجالات الحياة لا بد أن تكون عنده دراية لمن يعطي هذه المشورة الصحيحة وينزلها منزلتها الصحيحة الصحيحة لا ينزلها كذا على مزاجة لا يعني كل شخص باختصار له فتوى معينة سبق وأسلفنا وتكلمنا في الحلقة الإطافة وذكرنا أن رسول الله تنوعت فتواه لمن سألوه يأتيه الشخص يسأل يا رسول الله أي العمل الأفضل واحد قال إيمانا بالله جاء شخص ثاني سأل يا رسول الله أي العمل الأفضل قال الصلاة في وقتها هذا الرسول الله يعلم حاله أعطاه هذه نصيحة هذا يعلم حاله أعطاه هذه النصيحة تبقى معنا شيء بسيط أنا حقيقة عمت أني ما أخلي الموضوع يمشي كذا يعني تبقى عندنا شيء من المادة من الأسبوع الإطاف لكن لأن الموضوع مهم فلابد من التركيز عليه ولابد من تسليط الضوء أكثر لهذا الموضوع لأن المسألة خطيرة وتنبني عليها أشياء ومسائل تتعلق بحافظ أمن دول ومجتمعات وأنفس وأرواح والموضوع واحد كبير مبسيط يا أخوة يا كرام لما نقول لا تسأل أيحد لا تستفتئ أيحد هذا موضوع مبسيط وأنا أسلفت وبيّنت وقلت يا جماعة الخير هذه النماذج التي رأيناها اليوم قد حملت الأحزمة الناسفة وفجرات وكفروا الحكام وخرجوا ودمروا وسيّسوا وتحزبوا وتحلقوا هذول كلهم من وين هذول بس جذية وطلعوا أحزاب وجماعات لا هذول عندهم مراجع دينية يستقون منهم الفتوى لذلك فسدت سلوكياتهم ليش لما كان المرجع الديني لهم رجل غير سوي صاحب أفكار ومبادئ غير سوية ومعتقدات فاسدة يسعى جاهد الرجل عنده شبهات وبلاؤي فراسي يسعى جاهد لزرع الفتن في نفوس النشأ وفي المجتمعات الإسلامية فهو شغال على هذه الشبهات المعى ويسلط الضوء ويلقي الشبهات على بعض الشباب في بيوتهم لو تذكرون قبل فترة وقعت حادثة رجل قتل ابن عمه قتل ابن عمه لما سألوا أبوه يعني أنت ابنك نحن نعرف هذا ما عنده شيء رجل يعني طبيعي يصلي وتذيه في المسجد ما سمعنا عنه عنده هذه الأمور قال لا قال أنا لاحظت الفترة الأخيرة أن ابني حبيس الغرفة جالس في الغرفة الحبيب فاتح معاه هذا اللابتوب ويالس يقلب هذه الصفحات ويالس يغذي فكرة ويغذي عقله وثقافته بأمور لا تحمد عقباها تؤدي إلى سفك الدماء والتفجير والدمار وحدث والأحرد لأن أصحاب الأفكار لهذا الدم ما بيخلون أبني وأبنك على راحته لا بيتسللوله فيه في كل منفذ وفي كل شباك يبوني يدخلوله عشان يزرعوا فيه هذه الشبه التي من خلالها يتحقق مبتغاهم وهو زرع الفوضى في الأوطان المسلمة تحت شو؟ تحت والله أن حكامكم مش مسلمين تحت أن حكامكم أصحاب فساد تحت أن دولكم فيها وفيها وفيها يعطيها الشبه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الخوارج قال حدثاء الأسنان يعني صغار في السن ما يعرفون ما عندهم فقه في الدين ما عندهم ثقافة دينية هذول حدثاء الأسنان لما تأتي الشبه وتدخل في عقله ما يقدر يطلعها ليش ما يقدر يطلعها لأنه ما عنده حصانة دينية ما عنده علم ما عنده أصول ما عنده ثوابت تعلمها من خلالها يستطيع أن يرد الشبه ويدافع عن الشبه اللي جاته يضحك عليه قم دولتك فيها وفيها وحكامك فيهم وفعلا الحبيب تسمع بيوم وليلة هذا الرجل قام وقتل أبن عمه ليش يا فلان قتلت أبن عمك لأن أبن عمي يشتغل في الشرطة والشرطة هذه تابعة لدولة وهذه الدولة أصلا كافرة شفتوا كيف التسلسل قال له روح أقتل أبن عمك بس لأنه يشتغل في الشرطة أبن عمي لا يضرب شيء الشرطة هذه تحت دولة الدولة هذه كافرة إذن أبن عمك كافر إذن الموضوع خطير الريال يألس في بيت أمام لابتوبة بس يقلب فترة طويلة من الزمن شهور خرج الحبيب بالسلح قتل أبن عمه فالموضوع خطير لا تستهين فيه لا تسمحي يا أمي الكريمة يا الوالد الغالي يا أختي الفاضلة يا أخي الفاضة يا من تراني انتبه لأبنك انتبه لأبنك حقيقة ممن يستقي الفتوى ممن يأخذ الفتوى من هو مرجعها الديني لا تجعله لما اليوم أنا أتكلم معكم يكون صراحة أنا الآن أستطيع تعطيني أي حساب مثلا في الإستقرام أدخل أقلب فيه من خلال منشورات الشخص أستطيع أقول لك هذا الشخص يحمل فكر كذا أو هذا الشخص موالي للجماعة اللي كذا طيب أنا من وين لي هذا لأنني أنا أعرف أقرأ وأفهم وأشوف وشفت هذا الشخص توجهه كذا هذا الشيخ على هذا الطريق يمشي لا هذا معتدل سوي ليش نحن يعني من خلال مجالسنا من خلال برامجنا من خلال كذا نقرأ نبحث فنعرف يعني عدنا شيء ما نزكي أنفسنا عدنا شيء من الحصيلة العلمية اليسيرة جدا من خلالها نعرف الحزبي من صاحب السنة والدليل العاقل اللي ما عنده تشدد وما عنده غلو فأنت اليوم لما تفتش في برامج التواصل في بعض الصفحات تجد أنسان ينشر لي يا صحاب سموم يا رجل كيف تنشر لهذا هذا كان ممن يؤيد المظاهرات في دولة كذا هذا كان ممن يحرض الشعوب في دولة كذا أنت تنشر له وتلاحظ كل من شوراته حول هذه الأشياء حول هذول الناس أو هذول المتدينين لكنهم على منهج وطريق غير سوي فلذلك نتعمد حقيقة أني أوضح الأمر أكثر وأنتو يا إخوة يا كرام يا أخوات يا فاضلات لابد أن الإنسان تكون عنده حصيلة شوي الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون اسأل أهل الذكر أهل العلم تسأل لي أحد مو بي أحد تسأل تذيبة ليش والله ما شاء الله ملتحي مطوع لا لا يا شيخ لا عندنا الحمد لله الهيئة العامة لشؤون الإسلامي والأوقاف في الدولة يعني جعلت لنا بوابة للإفتاء ورقام تواصل وغيرها كذلك أوقاف دبي عندهم فتوى الشارقة عندهم فتوى ومشايخ الدولة المعتبرين الثقات أصحاب العقل والحكمة والفطنة موجودين لك أن ترجع لهم وتسألهم أما لا والله لا هذا زين صدق أسلوبه مؤثر لماذا تحب فلانا تأخذ أنا لا أرتاح إلا حقها صراحة أنا لا أخذ فتوتي لماذا زين يوم تقوله ليش أسلوبه حلو لا يا أخوة لا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال قال أخوف وما أخاف على أمتي منافق معلوم اللسان لسانها طيب ما ينطق بأي شي يعني عباراتها رنانة وأسلوبها مشوق ويأسر القلوب وأنا عرف نماذج والله أسماهم في المعالي وهم الآن في السجون في السجون دولهم لما اشتغلوا ونبشوا اكتشفوا الجماعة هذولة أصحاب منظمات إرهابية وجالسين يخططون وأسلحة ومخبين وجلسات سرية شو يبون يبون يفسدون دول الدول الإسلامية ويستعون فيها لنشر الفساد الديني وزرع المعتقدات الخطيرة التي من خلالها يتم ضرب الدين وتشتيت أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذن يا أخي الكريم لا القضية ليس قضية أسلوب قضية قضية ألم ومبدأ وأصول وثوابت ينطلق من خلالها المفتي من هنا يأخذ عنها الدين وأنا سبق وأسلفت وقلت من شهد له العالم بالفضل والفتوى يأخذ عنه العلم لذلك الإمام مالك يقول لم أفتي إلا بعد ما شهد لي 70 عالم من المدينة أني أهل للفتحة الإمام مالك مالك بن أنس إمام دار الهجرة صاحب المذهب يا جماعة صاحب المذهب المالكي يقول أنا ما أفتيت أبدا ما تجرت أفتي إلا بعد ما شهد لي 90 عالم من اهل المدينة إني أهل للفتوى بعدين أنا أفتهت وتجرات للفتوى إذن هذا اللي تشوف أنت في الإستقرام شوفوا ينأخذ عننا فتوى من هذا بس أننا ملتحي لا لا يا أخي لا انتبه الله يرحم والدك حتى ما تنزلق أقدامنا ونعض أصابع ندم وحسرة لما نجد أبنائنا سلك ومسلك غير أسوي طيب خلوني أرجع شوي أنا توسعت شوي خلوني نرجع يا أخوة للأمر المهم إحنا أسلفنا وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجه الفتوى لكل إنسان يعني لما يحتاج من فتوى وينزل الفتوى منزلها الصحيح كان صلى الله عليه وسلم كذلك يعني يعطي بعض التوجهات والفتوى أن تنفذ على الفور في بعض الأشياء الرسول الله ما يقول له افعل كذلك يقول له انطلق الآن افعل يعني عندنا حديث ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم وفي عندنا حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم يأظن في صيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم يقول المرأة ما يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم المرأة المؤمنة بالله عز وجل ورسوله ما تسافر إلا مع ذي محرم فقام رجل قال يا رسول الله إن مرأتي خرجت حاجة خرجت زوجتي تريد الحج وأنا اكتتبت في غزو من الغزوات أنا اسمي مسجل فنروح مع غزو من الغزوات بس زوجتي راحة الحج فقال صلى الله عليه وسلم انطلق الآن حجة مع امرأتك يعني استدل الفقهاء من هذا الحديث على حرمة سفر المرأة بدون محرم حرمة سفر المرأة بدون محرم الشهد من القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أمره قال لا الآن افعل كذا كذا الآن افعل ما يصح تتركه أحيانا أنا هذا الحديث اللي معاه وقفات ومهمة جدا بالذات الحين موسم صيف والناس تسافر فنحتاج شوي نسلط الضوء عليه لحكا أذكر لكم قصة يعني أنا أفعلها أحيانا أمارسها في حياتي مع الاتصالات اللي تأتيني أحيانا يتصل شخص يقولك أخي أنا ضاربت مع زوجتي وصراحة شديت معها وراحت بتهلها هذا ما تقدر تقول له خلها شوي خلها خلها لا هذا يريح زعلانة بتروح البيت بلتفون حولها ألا وغيرها قد يتشعها بالموضوع ويكبر تقول له مباشرة الآن عالج المشكلة الآن عالج المشكلة الآن تصل فيها الآن مر شلها مباشرة ويبه بيتك وطي بخاطرة روح تعيش معها وطي واعتذر منها إذن هذا كل حالة لها وضعها الخاص ما تستطيع كل إنسان تقول له لا الآن طبق الآن كذا يتصل فيك شخص يقول لك يا أخي أنا نمت عن الصلاة السلام عليكم وعليكم السلام الشيخ أنا والله نمت عن الصلاة ما صليت العصر وباجي على أذان المغرب ساعة الشيخ يسويني أخر صلاة العصر يوم بيصلون المغرب قبل الصلاة ثلاث دقائق بدخل المسجد بصلي العصر ترى مرة وحدة وبصلي معهم المغرب هذا شو تقول له لا الآن صلي العصر الآن مباشرة ليش لأن عند الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليو صليها حين يذكرها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك هذه كفارتها وليس كفارتها بعدين صلاة المغرب لا خرج وقتها صلاة المغرب متى يخرج وقتها يخذ يخرج وقتها عند غياب الشمس إذا غابت الشمس خرج وقت العصر خرج وقت العصر فبعض الفتاة تحتاج أن تقول الشخص الآن صلي الآن افعل الآن اتحرك هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يحلو لامرأة تؤمنوا بالله اليوم الآخر حين تذكرت الحديث اللي ذكرت قبل شوية النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الرواية الأخرى لا يحلو لامرأة تؤمنوا بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عد هنا يحتاج أن نوقف يحتاج أن نوقف ونفصل ونطلع شوي برع عن موضوع الفتوى يا أخونا اليوم في الصيف نحن اليوم في الصيف و شبابيك التذاكر للسفر مليانة و لا تجد فيها مكان أبدا أنك تأخذ تذكرتك اللي أريد أن أقوله يا أخوة يا كرام هذا الدين يصر الحمد لله بالعالمين الدين لا يوجد مشقة للناس و الدين جاء للتيسير العبادة و الطاعة للناس و ما جعله عليكم في الدين من حرج الدين لا يوجد حرج الحمد لله بالعالمين لكن الأمر المحزن والذي يزعل شوي و أنا أقولها بكل صراحة يا أخوة نحن هنا لا نبقى نتجامل ولا نبقى حاجة نحن هنا نتصارح و المؤمن مرأة أخيه المؤمن كما جاء في الحديث المؤمن مرأة أخيه المؤمن شو يعني مرأة أخيه المؤمن أنت لما تقف في الجامعة تشوف عيوبك في الجامعة صح المراية لماذا أنت يوم تلبس جذع تروح عند الجامعة توقف وتعدل عقالك لماذا لأن الجامعة بينت العيوب اللي فيك من خلال الجامعة هذه أنت صححت عيوبك رسول الله يقول المؤمن مرأة أخيه المؤمن يعني أنت ترى عيوبي وأنا أرى عيوبك أنت تنصحني وأنا أنصحك يستقيم حالنا و نمضي في الحياة يا أخوة اللي أبغي أقوله أن هناك اليوم شريحة كبيرة للأسف الشديد من بعض الأخوات قد تسهلوا بما يخص السفر من دون محرم وهذا أمر يا أخوة يا كرام محرم و ميجوز لا تقول عني وتشدد عندي نصوص نبوية النبي صلى الله عليه وسلم نطقة بها ميجوز يا أخوات اليوم صيف تحصل شلت بنات في الدوام شلت بنات في العائلة بنات في الفريج كل وحدة يلا تعالوا شريكم و نسافر وين تسافرون وين المحرم قصة تذكرت أخذت إجازة عشر تيام أسبوع وسافرت وتحوط في دول الغرب تشرق وتغرب وتسرح وتمرح ورجعت فلان وين من وياتش أخوة أبوة لا لا صديقاتي منذ متى و لحن نسمع هذه الأشياء منذ متى و مجتمعات نتعرف هذه الأمور لا نحن كمجتمعات عربية مسلمة عدنا سنعوا عادات وتقاليد و عرفوا دين قبل ذلك يحكمنا كيف مرأة تسافر بدون محرم لا يحلو للمرأة تؤمن بالله و اليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم علينا أن نقف شوية أمام حدود الله هذا الدين هذا ليس لعبة يا أخوة يا أخوات يكفي أن نعبث في دين الله عز وجل يكفي التساهل اللي نحن واقعين فيه اليوم و المشكلة العظمى يعني مش القضية بس واكفة قضية أنها سافرت بدون محرم لا يليت أنا بأم عيني رأيت ما أحد أخبرني أنا بنفسي شهدت مرة يوم من الأيام كنت في أحد كونترات أحد المطارات كنت مسافر و رأيت عائلة جاييني يودعون بنتهم في المطار فأنت تعرفون أن المطارات فيها مكان معين يعني حد أقصى حد ما تستطيع تدخل داخل هني توقف خلال تسلم على تبغيه ممنوع أن تدخل داخل إلا المسافرين رجعوا أهلها والله بأم عيني يعني بنات الأبسين عبي وستيرات الله مبارك والله بس رجعوا أهلهم و روحوا واكفين في الكونتر هذا نسوي ما اسمه هذه ما للتذاكر الورقة الطويلة هذه ما سيتسمها المهم يسوون الورقة هذه ما للتذاكر والله أمام عيني بطلت الشنطة و فسخة عبادها و فسخة الشيلة لا بعد ربعتها و كل شيء وهي في الأرض و ربعتها و حطتها في الشنطة والله و سكرت الشنطة تواحد جديد من بعيد و أين خواتها و أهلها أهلها محد روحوا و دخلوها المطار بعبادها و بسترها في الكونتر بعدنا ما ركبنا الطيارة بعدنا ما ركبنا الطيارة ربعت شفت فسخة العباء و فسخة يلا جدام وين مراقبة الله يا خوات وين مراقبة الله عز وجل يعني وصلنا لهذه المرحلة أن الإنسان ما يراقب الله يعني العباء هذه بس شريعت أن المرأة تلبسها في بلدها نحن كلا خليجيين مثلا بس المرأة الله شرع لها العباء في دول خليج مثلا لا أقصد هذا والبلاد المسلمية كلها الحمد لله يلبسون العباء السادر ليش هل الله فقط هنا يراك يعني إذا ركبت الطيارة الله ما يراك هذا الأسف موجود اليوم و بكثرة تجد بعض العوائل ما شاء الله رجال أنا شامة مراجل مراجل تفاجأ تشوفها برع في دولة برع مع أهله شو تفاجأ هذول أهل بيتك ليش عقين العباء يعني ما أعرف صراحة أنا منصدم من بعض المناظر التي نراها أنصدم تماما أني حلال يعني خلاص أكل شيء أنسى أنسى أنك أنت خليجية أنت عربية أنت مسلمة أنت أكل شيء و أكل شيء اللي ينهني أو على الجدف و بناطلين و قمصان مرصة رصة سافري مع أهلتي و أستمتعي بالدنيات لا أحد يمنعك الحمد لله رب العالمين ديننا يسر لكن ما علاقة المتعة أن تتخلي عن حجابك ما علاقة المتعة أن تتخلي عن عباتك تتخلي عن سترك و أفتك و طهرت لماذا ما يخص هذا بهذا ما لا علاقة ما المانع أن تستمتعي تروحي و تشوفي يا أخي بسترك و حشمت لا فيصل الدول هذه ينظرون للعباء نظرة سيئة و إذا شوفونا نحن محجبين ما يعامونا باحترام يبقوا نحن ألافين الدنيا كلها وسائرين و شائفين و مسافرين الحمد لله ما في دولة اليوم في العالم إلا فيها شريحة كبيرة من المسلمات بأبيهم بل تجدهم بنقابهم و ستر و حشمة و أدب ما شاء الله الحين أنا ما أتكلم عن كشف الوجه أنا أتكلم عن عقة نقابه و خلت النقاب أنا أتكلم عن شريحة فصخت عبادها عقوش يلهم مو بالقضية قضية نقاب كشف وجه يجوز إلا ما يجوز أنا أتكلم عن عباه شائلة عقوها 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 و لكأنه شيء كل يوم ستايل جديد تحوط في الشوارع تتفاجأ فيها في الطريق تسمع صوتها خليجية البنت تتكلم خليجي طيب هذا مش مؤلم ليه شيء يا أخوات المرأة يا أخوات لا تلبس المرأة لما يصف ولا ما يشف المرأة ما يجوز لها تلبس شيء يصف جسدها والله عز وجل لما شرع الجلباب جلباب المرأة المسلمة حتى تستر مفاتنها وتستر الأمور التي من خلالها هي مظنة لوقوع الفتنة لكن المرأة تطلع تترصص من فوق الاتحاد والله هذا تطور انفتاح والله أنا بعدي أتكلم أخلص هذه السالفة لكن بس عدنا بريك إن شاء الله نطلع نخلص من بريك وإذن الله عز وجل نعود إليكم من جديد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نوصل الكلام فيما توقفنا أنا توقفت وقلت يا أخوات أن هناك فعلا تساهل كبير وقع فيه لا أريد أن أقول الكثير عشان لا نقول أننا سلبيين أو جالس نبالغ هناك شريحة موجودة في المجتمعات المسلمة بشتى أنواعها للأسف الشديد تساهلت بطريقة كبيرة بهذا الموضوع يا أختي الكريمة يا ولي أمر يا زوج ما لعلاقة سياحتك مع أهلك أن من تعول يتخلوا عن الحجاب هذا أمر جدا مهم الأمر الآخر يا أخوات سفر المرأة بدون محرم ما يجوز ما يجوز بل أن هناك من نقل الإجماع على ذلك واختلفوا يعني حكم سفر المرأة بدون محرم للضرورة ضرورة القسوة إنسان يعني سانة مريضة مثلا مريضة متضررة ما وجدت علاج علاجك برع سافرت مع أخدها مع أمها هذه العلماء يجيزون لها السفر للضرورة التي واقعة فيها دين لا يريد الهلاك للبشر يريد لهم الخير لكن المرأة قصة تذكرها وينك الطريق بسم الله أي دولة وأنا يشتغل وعندي فلوس الحمد لله لا أحتاج ما أحرم لا يختلع الدين جاء لحفظ المرأة وحفظ مكانتها أو لحفظ أي إنسان يتعدى عليها أو يعترض لها في طريقها أو يعقلها أي كلام أو يقولها أي شيء إخوات هذا الباب له عواقب جدا وخيمة أنتوا اليوم كأخوات أنتوا اليوم كأمهات الناس يطلعوكم النشي يطلعوكم اللي في البيت موجودين يطلعوكم بناتنا الصغار يشوفوكم يقتدون بكم يشوفون أفعالكم تصرفاتكم هذه الأمور تتجر معها أمور أخرى هذه الأشياء مع مرور الوقت هذه المعاصمة ومرور الوقت العين تألفها وإذا ألف ألفة العين هذه المشاهد وهذه المناظر يصبح الموضوع عادي ولك أنه حاجة وهذه كارثة هذا لا يصلاح نحن لابد يا أخوات أن لا خلاص هذا أمر غلط غلط أنت الموضوع أسافر مع أهلي بحجابي بستري بكذا الدول هذه إذا كانت يمنعون مثلا أو فعلا تحققت أن العباء تشكل مضايقات لا تعقل عباتك أخي ألبسي العباء المتعارف عليها في هذه الدولة اليوم المجتمعات العربية يعني مثلا عندنا أخواننا المصريين أخواننا المصريين يلبسون عباء لك قد تجد فيهم يلبسون عباء سودة يلبسون عباء بيضة خضرة صفرة بنية أي أن كان أعرافهم أعرافهم من يلبسون هذا الشيء هذا ما نقول يجوز لا يوجد حرج قد تجد البلدان الأخرى اللي يسافر لها الإنسان يلبسون عبي ساترة فضفاضة فعلا يعني لكن ليس سودة ليس شرطة العباء تكون سودة المهم أن تكون العباء ساترة وما تخالف أعراف الدول والمجتمعات اللي أنت عايشة فيها لكن المرأة تتخلى عن عباء تتمامل تحت حجة تحت إطار شو والله يضايقون البنت اللي لابسها عباء لا لا هذا الكلام لا يا أخي ما بسافر ما بسافر يخلف الله إذا أسافر دولة يمنعوني من ستري وحشمي وحشمتي وعزي وشرفي ما بغي أسافر العرض والمسال هذه أغلى ما يملكها الإنسان ما بتسهل فيه عشان شو عشان أستمتع لبعض لعدة أيام خارج الدولة أنا ما أتخيل كيف يرضى الإنسان غيره يعني إنسان في الشارع يشوف المرأة هذه مترسل من فوق لأنتحد هذا عرض ما يتسهل فيه الإنسان أنا هذه المسال إذا فتحتها ما رح أغلقها في الكلام فيها وأنا دائما أتكلم فيها في بعض برامجي يا أخوات نحن وصلنا لمستوى ما كنا نراه قبل فترة ما كنا نراه في التساهل كبير من الأخوات نحن ما نريد نتكلم منه الحين ونهيج الأباء والأخوة ضد بناتهم وأخواتهم لا لكن لابد أن نعيد أوراقنا وترتيب أوراقنا من جديد لابد شوي ننتبه ننتبه لعرضنا لبناتنا شوي يلبسون شوي يتسترون شوي يطلعون مع من يذهبون بنات من متى هذه نسمع في المجتمع بنات يطلعون قروب يسافرون بره يحوطون فيه وربا من متى الجديدة هذه علينا هذا ما يجوز هذا ما يجوز هذا تساهل كبير يقع فيه تؤمن بالله اليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم هذا رسول الله قال حديث و الإنسان المسلم عليه أن ينقاد لأمر الله عز وجل و رسوله ما يتبع هواه لا والله اليوم الفيصل الله يديك أنت بعدك جديد تفكر خلاص ناسة حين تفتحت و تطورت و موضة و عادي خلاص انتهى هذا الزمن شو تقصد يعني انتهى الدين تقصد انتهى هذا الزمن شو تقصد زمن الزمن اللي تتكلم فيه هذا دين نحن نتكلم بالدين بشريعتنا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هل تقصد الدين انتهى الدين ما انتهى الدين باقي إلى قيام الساعة شو تقصد انتهى الأحكام هذه تتغير ما تتغير هذه أحكام أصول ثابتة في الدين مبنية على قواعد وأسس و آيات و حاديث ما تتغير هذه ليس نازلة تتغير تتغير فتواها من مكان لآخر لا هذه أسس و ثوابت في الدين نحن لابد أن نفهم لا لا الدين يسر الدين يسر فيما يسرها الله عز وجل مو بالدين يسر فيما شرعها الله عز وجل و جعلها حدود و ثوابط كيف الدين يسر الدين يسر كذلك أقل عباء أقل شيء لدين يسر لا يا أخوات لا أتمنى أن نعيد حساباتنا لكن أنا خلاص لا أريد أن أزيد كلام لأن أعرف نفسي راح لعلنا نرمي كلام يزعل بعض الرجال حقيقة حقيقة لأن هذا الذي نرى اليوم ليس من عبث لا والله عندما تساهل بعض أولياء الأمور وأنا أخذ تلك الرؤوس الشامخة خرج لنا هذا الجيل الذي نراه اليوم عندما وجد عندنا رجال أنا أخو رؤوس أنا أخوها يعني يوطوها تحت كانت شامخة خرج لنا هذا الجيل الذي نراه اليوم لو كل إنسان فينا تحمل مسؤولية بيته وأهله زوجته وبناته ورعاهم رباهم أحسن تربية وحقق المسؤولية فيهم من خلال التوجيه والنصح والأمر والنهي ما رأينا هذه النمازج لا عيل هذه البنت التي تشوفها أنت الآن بالطريقة هذه هذه بنت منه هذه طلعت من الأرض ولها أم وأب وأخوة وأخوات وأعمام لها أهل وين أهلها وين أهلها والله المستعب صلى الله أن يهدينا جميعا ويهدي بناتنا ويهدي أخواتنا وزوجاتنا ويهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم لما فيه خير وليما فيه صلاح النصيحة مطلوبة والتوجيه مطلوب يعني كل واحد فينا ينصح من يعول بالرفق واللين والكلمة الطيبة التي من خلالها يستطيع الإنسان أن يتحصل لما يريد أسلوب الزجر والضرب والإهانة والحبس هذا ما يصلح يا أخوة ما يصلح يا أوليا يا أمور النصيحة مطلوبة بالتي هي أحسن بالكلمة الطيبة بالهدوء واللين النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه إنسان العاقل يأخذ الأمور بكل هدوء وروية يتحقق له المراد بإذن الله عز وجل ألا وهو نصح أهله إن كانوا واقعين بتقصير خلونا نرجع لموضوعنا ألا وهو ما يخص الفتوى النبي صلى الله عليه وسلم ربما طيب نفس السائل بالهدية أحيانا يأتيه شخص يسأله بأمر ما وهذا السائل يجد في نفسه أو يزعل أو شيء فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يقدم له هدية يقدم له ابتسام يقدم له شيء حتى يشعره ترى حتى لو أنا ما عجبني كلامك أو أنا شديت معاك بالفتوى أو شيء ترى نبقى نحن أخوة العبارة الشهيرة الإمام الشافعي ألا يسعنا إن اختلفنا أن نبقى أخوة حتى لو اختلفنا وقع بيننا خلاف في مساء المعينة لابد أن نكون نحن أخوة يعني يحترم بعضنا البعض يقدر بعضنا البعض لا يعني هذا أنا وأنت إذا اختلفنا في شيء ما أن يعني نتناحر ونتقاتل لا أنس بن المالك رضي الله عنه يحكي لنا قصة أن اليهود كانوا إذا اليهود كانوا إذا حاضت فيهم المرأة لا يؤكلوها ولا يجامعوها في البيوت ولا يجالسوها ويحزلوها في مكان معين وكأنها امرأة منبوذة وفيها ما فيها من العيوب اليهود فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قلن رسول الله يعني اليهود يفعلون كذا كذا في النساء إذا حاضت النساء فيهم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فأنزل الله عز وجل للإنسان يعني المحيض تعتزل الرجل يعتزل المرأة لكن لا يعتزلها بمعنى أن يحطها في غرفة ويقفر عليها الباب لا يجالسها ويأكل معها بل قد يقبلها ويحضنها وكل شيء الأمر واسع لكن بما يخص المعاشرة الزوجية هذه اللي هي ممنوعة فقال صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح يعني خالف معه اليهود فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل هذا الرجل شيء يبغي يعني ما ترك شيء من أمرنا إلا خالفنا فيه محمد صلى الله عليه وسلم فجاء وسيد بن حضر عباد بن بشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن اليهود تقولوا كذا وكذا فلا نجامعون يعني ما نلجس معهم ولا شيء فقال فتغير وجهه صلى الله عليه وسلم تغير وجهه حتى ظننا أنه قد وجد علينا زعل علينا يعني رسول الله يقولكم الحين أنتو يقولكم يصنعوا كل شيء إلا نكاح جزوا مع أهلكم أجلسوا سولفوا وضحكوا ومزحوا أمور طيبة لكن ما يخص المعاشرة اعتزلوا النساء في هذا الوقت ألا وهو وقت المحيظ فهذول الصحابة قالوا يا رسول الله اليهود يقولون لا مبتدي كانوا معترضين لفتوى النبي صلى الله عليه وسلم فتما عرى وجهه صلى الله عليه وسلم وزعل أنا أقولكم كذا تقولوا لليهود يفعلون كذا فقام القوم خرجوا فإذ بهدية جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فيها لبن فلما دخل اللبن الثنين هذو الخرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي أن يلحقوا بهم فنادهم قالوا تعالوا فرجعوا للبيت فسقاهم النبي صلى الله عليه وسلم تبسموا وجوههم شربوا معه اللبن كذا ثم يعني عرفوا بعد ذلك النبي السلام يعني مبزع عليهم ولا حاجة كل ما في الأمر أن يعني الفتوى كذا وأنا زعلت من كذا أنني أنا أقول لكم كذا أنتم تقولوا لي قال اليهود ما يصير فالشاد من القصة أن أحيانا بعض الأشخاص قد أنت تدخل معه في نقاش تدخل معه في أمر معين حد والديك أهلك رحامك زوجتك صديقك أي كان يقع بينك وبين شيء من المسائل التي قد يقع فيها خلاف ما يمنع أنك تقدم الهدية بعد ذلك تطلع عندك ربيعك في السيارة واختلفت على شيء صار بينكم نقاش وقيل وقال يا أخي انتهى النقاش صارت شوية شوشرة من بينكم حسيت أن الموضوع على قولتهم متكهرب يا أخي شايف لك أقرب مطعم أعزم أقول فضان أعزم منك على العشاء طيب خاطرة شعره أن هذا الخلاف هذا الذي صار بينك خلاف إن شاء الله لا يفسد بالودي قضية خلاف بسيط إن شاء الله ويزول وينتهي والأمر واسع والحمد لله رب العالمي فهذه لمسات جميلة من خلالها الإنسان يستطيع أن يتسلل لقلوب الناس ويطوي صفحات الألم وصفحات الغيض والغضب إن كانت موجودة بين الأشخاص هذا الشيء لازم نسوي في حياتنا أي إن كان بالذات في علاقاتنا في بيوتنا في كذ أحيانا إنسان يقصر مع أهل بيته بجوارب معه يأخي يعزمهم يبلهم سندويجات يبلهم حاجة جديدة خلي حسون خلي حسون أنه في شيء متغير يعني طيب خاطرهم باختصار وخلاص إذن هذا المقصد من هذه القصة والفطن العاقل يتعامل في هذا السلوك يتعامل في مواقفه مثل هذا الفعل ينجح بإذن الله عز وجل بالطريق أي إنسان نصحته وهذه إن شاء الله رح أزيد تفصيل فيها بعد الفاصل بإذن الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أنا تكلمت بما يخص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمارس أسلوب الهدية لتطيب يعني خواطر الناس وهو محمد صلى الله عليه وسلم يعني مفوض لا في أحد يزعل منه أزعل من رسول الله لا لكن حتى يشرع لنا هذا السلوك النبوي الجميل الراقي الذي من خلاله فعلا أنت تستطيع أن تكسب من يعيش معك لذلك جاء في الحديث يحس أنه الشيخ عبد عيز بن باز رحمة الله عليه يقول صلى الله عليه وسلم تهاد وتحبه تهاد وتحبه فعلا إنسان لما يهدي إنسان شيء يكسب محبته ويأسر قلبه أنت تستحي بعد ذلك أنك تقول لها حاجة وتستحي أنك تغلط عليه تحس هذا الإنسان قدم لك شيء كبير والهدي يا أخوة يا كرام والله لو كانت قلم هذا القلم كان قيمتين نص درهم ريال ريالين لكن أنت تجي تتعنى وتعطيها لي في بوكس وكذا هدية والله جميلة أنا أشوفها حاجة كبيرة جدا مو بشيء بسيط فلا تنظر للهدية بقيمتها لا فلان أنا لازم أشتري شيء من عند أقوى الماركات ساعة رولكس قيمتها 30 ألف يا عمي قم بو 250 درهم تمشي إن شاء الله وتسد الغرض لكن إنسان يهدي من يعيش معه يهدي وبالذات أهل بيتك وحقيقة كنا مقصرين بهذا الجانب وبإذن الله عز وجل أنا أولكم راح أطبخ إن شاء الله أول ما أرجع راح أأخذ هدية لأهل بيتي وإن شاء الله ما يقلون يسمعوني بس عشان ما يقولون يغسي تكلم عن هدية فتورط قال خلنا نهي بهاق أهلي الله يوفقنا وياكم لكل خير يا إخوة ويعني أن نمارس هذا السلوك في حياتنا جميل نمارسه فعلا جميل أهل بيتك صديقك ابن عمك جارك غيره الهدايا ليس بس حتى الأمور بسيطة عندك ذبحت ذبيحة طرش لشوية لحم طرش لشوية هذه كلها من الأشياء السلوكيات هذه تجعلك أنت تكسب محبة من يعيش معك شئت أم أبيت وخذها جزما قطعا مني الإنسان اللي تهديه أنت كأنك جالس تقول لا أنا أفرض عليك احترامي شئت أم أبيت لما أهديك شيء أنا كأني جالس أقول لك أنا عرف كيف أخليك أنت تحترمي بالغصب وكيفك بالغصب من خلال هذه الهدايا والعطايا التي تقدم للناس أيها الإخوة الكرام الدين هذا حتى نختم ما بدأنا به ألا وهو ما يتعلق بالفتوى الفتوى أمرها خطير لا يفتي فينا أحد يا أخوة نحن في بداية الحلقة والحلقة اللي طافت قلنا أو يعني تكلمنا كيف الأنسان يكون فطن هذا يعطيه فتوى معين وهذا يعطيه فتوى أخرى ونفس السؤال قد يكون هذا له حالة خاصة وهذا له حالة خاصة لكن بشكل عام يا أخوة ما يتجرأ فينا أحد يفتي لا تفتي هذا دين الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتدافعون الفتوى الفتية ما يستطيع أحد يتجرل وهم صحابة شاهدوا التنزيل وعاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعاشوا مع الوحي ونزول القرآن وتدوير السنة وكانوا يمتنعون بالفتوى كل واحد يردها للثاني يردها كل واحد يتفعل اسأل غيري اسأل فلان ابن عمر لما سول عن بعض المسائل قيل قال لا أعلم لا تعالى أنت صحابي ابن عمر كان من أحرص الناس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعروف عنه ذلك كان أحيانا إذا سول يقول لا أعلم ثم يقول لهم أتريدون أن تجعلوني جسرا تصعدون بي إلى نار جهنم لا يا أخي من قال لا أعلم فقد أفتع الإمام مالك ابن أنس أرسلوا إليه بعض الأمصار أرسلوا شخص معه ما يقارب نسيت خمسين سؤال يمكن أفتهم بعشر أسئلة وباقي الأسئلة كلها قال لا أعلم فقال الرجل يا إمام مالك الجماعة أرسلوني يبقون فتوى لهذه الأشياء قال اذهب وقل لهم مالك أفتع بهذا العدد والعدد الباقي له الأغلب قال قل لهم مالك يقول لا أعلم مالك أنت مبي واحد أنت إمام دار الهجرة عندك كرسي في المسجد النبوي يتدرس الناس وتقول لا أعلم لذلك يقولون من قال لا أعلم فقد أفتع من قال لا أعلم فقد أفتع لا تفتي إلا إذا شهدوا لك أهل الفضل والعلم والمنزلة العالية بالعلم وأن أنت أهل لأن الفتوى تفتي لكن اليوم الفتوى لا يوجد أسهل منها في السيارة شباب يسولفون يتمشون في ملجلة حلال حرام والغريب العجيب أن هذا التخصص الوحيد الذي يخوض فيك الأحد خال أحد يتكلم في الطب ولا أحد يقدر يبطل فما يقول كلمة ولا أحد خال أحد يتكلم في الهندسة في الكيميا في الأمور لا أحد يتجرى يتكلم لماذا؟ هذه تخصصات يحترموا تخصصات الناس كل واحد فينا يحترم تخصصات الناس هذه فتوى خذ فتوك عن العلماء الكبار لا تأخذ فتوك عن أي أحد إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم لا يصير لذلك الله عز وجل يعني قارن قارن الفتوى بغير علم قارنها بالشرك بالله عز وجل ماذا قال؟ قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغية بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون قارن القول على الله بغير علم بالشرك بالله عز وجل انتبه ترى يعني هذون الناس تعلقون في ظهر كوم القيامة لذلك جاء في الحديث يعني من أفتى شخص فتوى غير صحيحة إنما إثمه على من أفته تفتي إنسان بفعل غير صحيح بفتوى غير صحيحة هذا إثمه عليك يوم القيامة شو يمنحك البعض لا يفصل أنا أنا مشهور كيف أقول الله أعلم ما يستوي أنا شيخ ولحية وكذا وحساب واستقرام وناس تعرفني كيف أقول الله أعلم شو الحية فأنا أقول لك أئمة فطاحلة كانوا يتدافعون الفتوى وكل واحد فيهم يرميها للآخر أنت ما تبغي تقول ما تبغي تقول الله أعلم لا يا أخوة العلماء اسأل علماء والعلماء ورثت الأنبياء والأنبياء لم يورثوا دينارا وديرهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر لا تستهين بهذا الباب أبدا حتى وإن كان أي شخص اليوم في الستقرام وحد فيه كذا يدخل له الخاص يقولي شو حكم كذا أنت تسأله ليش سألت هذا الشخص يقولون ما شاء الله عنده في الأورز قوي متابعين في الستقرام بس عنده في الأورز في الستقرام معناته هو مفتي لا يا شيخ لا ما يصلح إذا يعني من لم يكن أهلا للفتوى يتصدر كذا وهذا يتصدر وهذا يتصدر أنا كم باقي من البرنامج الشي يسير دعني أختم لك خطورة الفتوى حتى تعلم هذه قصة بسيطة اسمعوا يا أخو أنتم الموجودين هذه القصة ما أجملها حتى نعلم خطورة الفتوى بجهل وين أوصلت هذا الشخص جاء في الحديث متفق عليه في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ممن كان قبلكم اسمع كان ممن كان قبلكم رجل قتل 99 نفس سفح ما خل أحد ما قتله مجرم رمى النساء يتم أطفال شرد يقتل سفح محد يقدر يقول له شيء هذا الرجل اللي قتل 99 نفس أراد أن يتوب فقال دلوني على عالم أنا أبغيكم ترشدوني لعالم أسأله هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ممن كان قبلكم فدلوه على رجل راهب راهب شو يعني يعني عابد عابد شوف انتبه عابد مش عالم يعني هو عنده عبادة وزهد وكذا وعبادة لله لكن ما عنده علم فدلوه لعالم لهم لهذا العالم دخل دق الباب دخل أهلا وسهلا نحن تفضل قال يا أخي أنا قتل 99 نفس 99 شخص والحين أرجل هذا الشكل أول موسمة مباشرة رجع خطوة للخلب قال الشكل بجيني الدور قال والحين قال لا أريد أن أتوب هل لي من توبة أنا أبغي أتوب هل لي من توبة قال لأنت قاتل 99 نفس الحين جاي تبغي تتوب ليس لك من توبة من يتوب عليك قاتل 99 نفس ما لي توبة سحب سيفه ويكمل فيه المئة قتله قتله كمل فيه المئة قتله خرج من عنده خرج ذهب يمشي في الطريق قال يدلوني على أعلم أهل الأرض فدله على عالم شوف انتبه الأولى يدله على من على عابد إذن مش كل أحد تراه يعني ملتحي مطوع على قولتهم تروح تسأله قد ما يكون عنده علم هو عنده عبادة خاصة فيه يصلي ويصوم تشوفه ما شاء الله وهندامه وشكله أنه إنسان متدين لا يعني أنك تسأله هذا الرجل عندما دلوه للراهب العابد لم يكن عنده علم أفته فتوى غير صحيحة كانت أنه تتيجى شو أزهق نفسه قتله لما خرج قال دلوني على أعلم أهل الأرض أهل الأرض دلوا على عالم حقيقي ذهب إليه دخل دق الباب قال يا فلان أنا قتلت مئة نفس هل لي من توبة فاستبشر هذا العالم قال ومن يحول بينك وبين التوبة ومن يحول بينك وبين التوبة شو اللي يمنع ما في حاجز بينك وبين التابة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فالتوبة تجب ما قبلها كما جاء في الحديث التوبة تمسح الذنوب السيئات لكن الإنسان مطلوب منه أن يتوب قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا لكن توب إلى الله عز وجل خلاص فقال ما الذي يحول بينك وبين التوبة ما في شيء معك لكن اسمع شو قال لكن قال أخرج من الأرض التي أنت فيها وانتق فإنها أرض سوء يا سلام هذا الحديث يحتاج تفصيل أكثر لكن دهمنا الوقت قال أخرج من الأرض التي أنت فيها فإنها أرض سوء واذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها أناس صالحين أعبد الله عز وجل معهم أروح للمنطقة الفلانية هذه المنطقة التي فيها ناس سيئين هم الذين يعينوك على الشر والفساد والقتل والإجرام غيرها لا روح منطقة فلان خرج الرجل يمشي على قدميه أدركه الموت في الطريق وهو رايح عشان يتوب إلى الله في البلد الجديد اللي رايح يعيش فيها مات في الطريق نزلت ملائكة الرحمة ونزلت ملائكة العذاب اختصموا فيه اختصمت ملائكة الرحمة واختصموا ملائكة العذاب ملائكة العذاب تقول لم يصنع خيرا قط نحن بنأخذ هذا مصيره النار ملائكة الرحمة تقول جاء تائبا الرجل جاي تائب كيف تشيلوه جاي تائب خلاص انتهى رايح يبغي يتوب تائب احنا رضينا فيك حكم قال قيس الأرض التي خرج منها قال قيس الأرض التي خرج منها والأرض اللي رايح لها وين مات الرجل فوجدوه مات بالوسط قال لا قيس لأيهما أقرب هل هو أقرب للأرض اللي كان فيها والأقرب للأرض التي رايح لها فوجدوه أقرب للأرض التي رايح لها حتى في رواية أن صدره صدره دنى للأرض التي رايح لها فأخذته ملائكة الرحمة و دخل الجنة انظروا إلى فتوى العالم ماذا فعلت في الرجل كان مصيره وين الجنة و انظروا إلى فتوى الجاهل ماذا فعلت فيه قطع رأسه والله المستعان انتهت الحلقة يا أخوة يا كرام و لنا معكم بإذن الله عز وجل لقاء آخر الأربعاء القادمة نشوفكم و نسعد بكم و صلى الله وسلم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين و الشكر موصول لتاقم التصوير و المخرجين لكم جميعا أيها الأخوة الكرام إلى اللقاء الجديد و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر